النهاردة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونا او برشلونا وريال مدريد كانت مباراة حلوة واحدة من الكلاسيكيات بتاع الزمان يعني الاهم فيها انه بلنجهام اللي سجل هدفين ريال مدريد النهار الاول بس اشنشرح لك لو انت فقش على المباراة جنده جان سجل لبرشلونا هدف مبكر في الديئة السبعة بعد كده في شيء التاني بلنجهام سجل هدف التعادل بتصويبة صاروخية رائعة مرعبة تمام بعد كده سجل بلنجهام الهدف التاني لريال مدريد و هدف الفوز في ديئة 92 يعني هو سجل الهدفين بلنجهام لريال مدريد و جنده جان سجل لبرشلونا ريال مدريد كان سائع جدا الشوت الاول كان ببرشلونا افضل الشوت التاني ريال مدريد تفوق على ببرشلونا بفضل تغييرات انشلوتي تحديدا كما فينجا و لوكا مودريتش عملوا اداء رائع جدا بعد ما نزلوا تغييرات انشلوتي جابت نتيجة عظيمة جدا ريال احسن ريال افضل النقطة الوحيدة اللي انا عايز اتكلم عنها في المطش ده لما كريستيانو ورنالد ومشي من ريال مدريد كلنا بدون استثناء قلنا ريال مدريد هيعيش فترة صعبة جدا في المواسم القادمة فجأة فجر بنزيمة وبقى احسن من كريستيانو كمان وعمل اداء رائع جدا وقاد ريال مدريد للبطولات رحل بنزيمة عن ريال مدريد قلنا ريال مدريد هيعاني لمواسم قادمة جيب الانجهام اللعب اللعب اللعنده عشرين سنة اللعب الانجليزي واللعب الانجليز ما بينجحوش مع ريال مدريد اصلا وقلنا هياخد فرصة او هياخد وقته عبال ما ينسجن مع الفريق بقى واحد من افضل اللاعبين في العالم في الفترة الحالية بيقدم مستوى رائع جدا وقائد رائع جدا لتشكيلة ريال مدريد بمستوى خرافي 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 افضل فرم حاليا في الفترة الحالية هي فرمة بيلنجهام في العالم كله يعني فيش لعب عنده الفرم اللي فيها بيلنجهام او المستوى او الاداء او التأثير مع فريقه زي ما بيلنجهام عامل مع ريال مدريد ده بالنسبة ليه كلاسكو الدوري الاسباني النهاردة في الدوري الانجليزي الجولة العشرة برينفورد فاز على تشيلسي 2-0 وتشيلسي طبعا مع بوشتينو بيعاني معاناة كبيرة جدا بس مش مشكلة عنده مشكلة في التشكيل نفسها وتكوين الفريق يعني ارسل النهاردة عمل اداء رائع جدا وفاز على شيفل يونايتد 5-0 وولفر هامتون تعادل 2-2 مع نيو كاسل يونايتد ده كان في اخر مباريات اليوم في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني زي ما قلت لكم ريان مديد فاز على برشلونة 2-1 في الكلاسكو واحدة من اهم مباريات العالم وطبقى واحدة من اهم مباريات العالم في الدوري الاطالي الجولة العشرة اليوفي فاز 1-0 على فيرونا وكانت مباراة يتخلي اليوفي يخش القدام شوية يتحسن اكتر المباراة دي بقى كانت في الدوري الالماني مباراة حكاية في الجولة التسعة باير ميونيخ بيواجه درماشتاد وفاز عليه 8-0 اللقطة فين باير ميونيخ في الدقيقة التانية كيميتش اترد منه واحد بعدها درماشتاد اترد منه اتنين لعيبة فالمباراة كملت في الاوائل كده في البدايات عشر لعيبة باير ميونيخ تسعة لعيبة لدرماشتاد طيب ايه الحدث في المباراة دي؟ الحدث في المباراة دي كان هدف لهاريكين واحد من اعظم الاهداف اللي بتيجي في التاريخ هدف من قبل نص الملعب تسديده من قبل نص الملعب بيسددها هاريكين من فوق الحارس هدف رؤية جدا ومؤكد مؤكد هينافس على جهازة بوشكش كافضل او واحد من افضل الاهداف هذا العام هدف خرافي لازم تفرج عليه لو انتم ما شفتوهش وليبزيك فاز على كل ستة صفرين تياجية كبيرة ايط طيب